بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم والمحاضرة التانية في كورس السوشيل ميديا آآ الفين اتن وعشرين على اليوتيوب معاكم محمد آآ عبدالفتاح آآ النهاردة ان شاء الله هنكمل آآ باقي آآ 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 الستنج او الستب للبيج بتاعتنا على الفيسبوك. احنا نباري حشوفنا آآ تعدلات البيانات بتاعتنا او معلومات للصفحة ايه اهم الحاجات اللي احنا احنا لازم بنراعيها واحنا بنعمل البيتج بتاعتنا اه وزي ما قلت لكم الحاجات دي احنا بنعملها اول ما بنعمل اه انشاء للصفحة او ما بنكرت للصفحة بتاعتنا اه قبل حتى ما نحدد الصورة بتاعتنا اول الكوفر تمام طيب اه شفنا مبارح تعديل المعلومات وشفنا ازاي بنخش في الاعدات وابنعدل على اه او بنضيف اكاونت انستجرام جوه الصفحة اه وقلنا اهميته ايه وشفنا كمان اه اضافة الواتساب واتكلمنا انه هو لازم يكون واتساب بيزنس وكمان اتكلمنا عن تعديل البوتون الاول الزر اللي بيبقى موجودهم بعد او بنخلص الحاجات اللي احنا شفناها مبارح هنيجي النهارده فقا نتكلم عن حاجة من الحاجات المهمة جدا في يعني خلينا برضو الستوب الخاص بالبيتج بتاعتنا اه وهي الرسائل اعدادات الرسائل بشكل يكون اه كويس جدا ودي ادوات اه بالدهالي اه الفيسبوك في الصفحات بتساعدني جدا في اه المساعدة اه اه بالردود ببقى مجهزة اوريدي اه بحيث ان في حاجات كتير قوي اه يبقى الرد عليها اوتوماتيك فبالتالي ما يبقاش فيه ارهاق كبير جدا او بيبقى فيه يعني معلومات وبيانات اساسية بتقوموا موجودة عندي عادي جدا ان انا ممكن اجهز لها الرد بتاعها واي حد بيسأل سؤال في الحاجة دي بيبقى الرد اه بتبعثه تلقائي فدي بتبقى حاجة من الحاجات المميزة جدا اللي موجودة عندنا على الفيسبوك في الصفحات طيب اه بنوصل ازاي بقى لستوب بتاع رسائل بتاعيكنا على الصفحة انا بايجي هنا كده في القائمة اللي على اليمين وانا جوا البيتج بتاعتي بخش على الاعدادات بيعندي حاجة اسمها المراسلات عندي فيه المراسلات هنبدأ نتكلم من اول هنا بقى بدء المحادسة على المسينجر وده الهدف منه اه ان انا بعمل رد تلقائي خلاص حتى هو هنا زي اشوف يمسميها عرض رسالة تلحبية انا ببقى عمل اه رد تلقائي ده اللي بيتواصل معي على البيتج بتاعتي من خلال المسينجر لأول مرة تمام يعني واحد دخل على الفيسبوك من الابليكيشن بتاعه وده لازم يبقى بعيد لي من المسينجر تمام طبعا من الابليكيشن بتاع اه الفيسبوك والمسينجر على الموبايل فانا هنا كده بجهز الرد اللي بيبقى اه بيروح بشكل تلقائي طبعا بيبقى حاجة من الحاجات اه الكويسة جدا ولطيفة جدا اللي بتساعدني ان انا ابقى عامل اه الرد ده طيب انا بايجي هنا كده في اقاف بغيرها بغليها اه تشغيل ده انا شايفين وبايجي هنا كده عند تغيير بالشكل ده كده اهو تمام فبايجي بروح كاتب هنا كده مرحبا هنا ده بيديني طبعا اه حاجة اه يعني حاجة كده اه تجربية فانا بمسح كل الكلام ده بحيس ان انا ابدأ احط الرد اللي انا شايفه مناسب اه من وجهة نظري طيب انا هنا كده لما باجي اه اعدل على الرد ده بيبقى عندي شوية اوبشنز بقدر ان انا اه استغل لهم وزيان شايفين هنا كده اضافة اسم العميل بابدأ قردت بقى الاوبشنز دي بتبقى موجودة عندي وكي حاجة كتيرة بتظهر بناء عن البيانات اللي انا عملتها في معلومات الصفحة اللي احنا شفناها مبارك فانا ممكن باجي اكتب الرد ده اللي هو مثلا اهلا بحضرتك مثلا او بحضرتك وراعي جدا ان الرد ده يكون كلمة زي حضرتك او حضرتك مثلا استخدم الكلمة اللي ينفع الراجل او السيدة يقروها يعني يعني انا ما نفعش مثلا اكتب ايه اهلا بيك مثلا طيب اهلا بيك كده طيب لو واحدة هي اللي بتبعث رسالة للصفحة من المسانجر هتقرها ازاي ميش هينفع تقرها اهلا بيك تمام فعشان كده بستخدم الكلمات اللي ينفع الراجل والسيدة يقروها اه ما فيهاش مشكلة زي اهلا بحضرتك واهلا بحضرتك تمام كده وباجي هنا عندي اضافة اسم العميل ممكن اسمه الاول اسم المستلم او اسم الكامل ليه تمام اللي هو كده ده طبعا محمد الاهلاوي عشان ده اسم الاكاونت بتاقي على الفيسبوك انما الاسم ده بيتغير بتغيير اه اسم الاكاونت اللي بيبعث لي اه من المسانجر فده بيبقى حاجة من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لي ان انا بقى حريص جدا ان طبعا الرد كده هيروح لكل اه يوزر او كل عميل باسمه هو او اسم الاكاونت بتاعه على الفيسبوك طمام فانا بكتب بقى الصياغة اللي انا ببقى شايفها مناسبة لقيا اه جدا لقيا حد هيتواصل معي من خلال اه الابليكيشن بتاع المسانجر الاول مرة واجي هنا كده بقدر ان انا حط كمان البيانات بتاعة رابط صفحة الفيسبوك واخدوا بالكم الحاجة لينك صفحة الفيسبوك ده اليوزر نيم اللي احنا عملناه مبارح يعني اليوزر نيم من فيديته او اسم مستخدم ان طالما انا غيرت اليوزر نيم او يعني عملته بالمسمة اه بتاعي زي ما شفنا كده اه مبارح فانا ده بيبقى لينك البتج بتاعتي بقى على طول طمام طيب ايه تاني اقدر اضيفه بقى اقدر اضيف كمان ان انا اقول له والله ده موقع الويب بتاعي تقدر ان انت تدخل عليه طبعا موقع الويب اللي هو سوري توب كورسز ايش دوتكم ده ده الويب اللي احنا ضفناه في بيانات الصفحة برضو احنا بنعدل في معلومات الصفحة مبارح كان فيه اللينك ده ضفناه باجي هنا اروح حاطط برضو البريد الالكتروني ده اللي احنا ضفناه برضو مبارح لو تفتكروا عشان كده لو تفتكروا مبارح يعني الناس شافت محاضرة مبارح كنت بقولوكم ايه اهمية ان انا ابقى آآ ضيف كل البيانات الخاصة بالبرند بتاعي في معلومات الصفحة او تعدل معلومات الصفحة عشان خاطر كل الحاجات دي هتفدني هنا وهتفدني كمان في حاجات موجودة في الرسائل قدام وفي كزا حاجات تانية هنشوفها ان شاء الله جوه الفيسبوك بقدر كمان اضيف العنوان تمام وده برضو العنوان اللي احنا ضفناه مبارح فزي ما حضرتكم شايفين دي كلها بيانات بس بتظهر امتى بتظهر بناءا عن الداة اللي انا او البيانات اللي انا عملتها في معلومات الصفحة طيب طبيعي جدا انا مسلا مسلا ما حطتش الميل في المعلومات بتاع الصفحة فانا ممكن اكتبه عادي يعني ممكن اكتبه كتابة عادي جدا يعني ممكن ههو زيان شايفين كده اهو تمام اروح جاي كاتب وهو سوشيال مسلا مسلا اد جيميل او ايا كان بقى الميل بتاعي ايه بس طبعا الافضل كتير جدا ان هو يكون موجود بالشكل ده ان انا اختاره من هنا ليه? عشان الاختيار من هنا بيبقى موجود في معلومات الصفحة واي حد بقى بيطفل على البيتج اصلا عايز تواصل معايا من خلال الميل من خلال اللوب سايت هيلاقي التفاصيل دي كلها موجودة فين? موجودة في الصفحة بتاعتي او في البيانات بتاعتي الصفحة. طيب انا كده خلص طبعا اه كل ده انا بضيفه برضو في الصياغة او بحط الحاجات المهمة يعني انا ممكن اقول له مثلا ان الله انت تقدر تشوف الموقع بتاعنا ليه تفاصيل اكتر في هذا الموقع تمام? تقدر ان انت آآ آآ تبعت لنا على الميل مثلا للطلبات او ليه الاردرات او حاجز آآ آآ ايان كان يعني ان انا اقدر استغل الميل في حاجة معينة. فكل ده بيبقى بالنسبالي. انا بس ببقى عامل صياغة شكلها كويس كده ورطيف. اهم حاجة بس ان هي تبقى في حدود المية وستين كاراكتر. يعني كل دي خاصمها من المية وستين كاراكتر. بقول انت استخدمت حالة ربعة وثمانين من المية وستين. فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا بالنسبالي. وطبعا بروح ايه بروح ايه. بروح ايه. كده خلاص انا سيفت الرد دوت. وممكن اعديله عادي جدا بعد كده. يعني ممكن اغير فيه عادي جدا. عايز اضيف اي حاجة تاني. عايز احط ارقام موبايلي. عايز ايا كان الداة اللي انا عايز اه اه او اغير في الرسالة اللي هتروح لي اليوزر اللي هيبعت ليه لأول مرة من خلال المسينجر. طبعا ايه تغيير? بعد كده راح دايس ايه? حدث. عندي بعد كده عنوان اه يور ال الخاص بك على المسينجر. وده المقصود بيه ان ده اللينك بتاع صفحة اه اه الرسائل بتاعت لو ايه حد عايز يتواصل معي بشكل مباشر على طول. فانا ممكن ابعت له اللينك ده. تمام? اضافة لموقعك على الويب. وده مهمة جدا استخدامه لو انا بستهدف اصلا المصريين اللي موجودين. اه سيبقى في مصر اوبارة مصر. بس الناس اللي بتستخدم الفيسبوك يعني ده انا ما ينفعش استخدمه لو انا بستهدف السعودية بستهدف او السعوديين بستهدف الاماراتيين بستهدف الخلايا بشكل العام. لان هم اصلا اغلبهم او يمكن ما بيستخدموش الفيسبوك اساسا. تمام? بيبقى استخدامهم اكتر انستجرام استخدامهم اكتر سناب شات وهكذا. خلاص. طب ايه فكرة اضافة لموقع الويب؟ خلونا مسلا ناخد موقع زي موقع مسلا موقع شركة تمام? مصرية للتصالات. انا بقى عندي اسمه زي كده. او زي ان شايفين. انا لو عايز اتواصل بقى مع مسلا خدمة العملاء او اه مع الشركة نفسها فبقدر اتواصل معهم من خلال الشات اللي موجودة فين? في الموقع. تمام? الفيسبوك الدهولي هنا هو هو نفس الفكرة بالزبط بس بدل ما بيبقى الشات ده اه او البودة او اين كان ده مصدره ايه? بدل ما هو معمول برمجة مسلا او فيه موقع بتديني ان انا اركبها او اضفت خليق الموقع بتاعي. الفيسبوك بيعمل نفس الموضوع ان انا هاخد المسنجر وهضيفه جوه الموقع بتاعي هنا بحيس ان اللي يتواصل معي من خلال الموقع هيتواصل معي على الايه? على المسنجر. عشان كده اقول لكم الاوبشن ده باستخدمه لو باستهدف المصريين باستهدف السوريين باستهدف الناس ان انا عارف ان هم اصلا بيستخدموا المسنجر بشكل كويس. تمام? انما الجمهور اللي انا باستهدفه وما بيستخدمش المسنجر فانا هنا ما ينفعش ان انا اضيف ده جوه الويب سايت بتاعي. تمام كده? اه فدي برضو بتبقى حاجة هو الفيس اه في الرسائل بيبقى لطيف جدا. طبعا بيحتاج بقى مبرمج ان احنا يعني هو بيخش بقى بطريقة معينة كده بيضيف المسنجر جوه الايه? جوه الموقع بتاعها. هتلاقول لها شروحات كتيرة جدا لو حد عنده ويب سايت وعايز استخدمها هتلاقوا لها يعني الفيس نفسه بيشرح وهتلاقوا ناس كتيرة جدا متشرحها على اليوتيوب بس انا لازم فيه بقى ويب سايت حقيقي موجود عشان اورها لكم. طيب. نيجي بقى للحاجة التانية المهمة جدا قوية جدا. اه اللي بتفيد جدا جدا اي حد تشغال على الفيس بوك وعايز يعني يبقى عنده ردود كتيرة منوعة وبشكل كويس جدا. هي اثناء المحادسة على المسنجر ومنخش في اعداد الردود التلقائية. الردود التلقائية عندي هي حاجات الفيس بيت دهالي اوكشنز الفيس بيت دهالي لما دوس على كلمة اعداد زي ما عملنا كده. الفيس بيت دهالي عشان خاطر اقدر اه اجهز الردود باكشنز معينة اليوزرز خدوها معايا جوة الفيس بوك. وكمان في حاجات بتبقى ليه انستجرام على حسب النوع الرد. عشان كده كنت بقول حاكم مبارح برضو فكرة اضافة اكاونت انستجرام على الصفحة اللي انا شغال عليها زي ما شفنا مبارح. طيب. اه هنا هتخذوا بالكو في الصفحة بتاعة اه كورس سوشيال ميديا اللي احنا عاملينها دي كده انواع الردود اللي موجودة ولسه عندي هنا كمان حاجات اه موجودة هنتكلم في الحاجات دي كلها ان شاء الله. وعندي في حاجة زيادة هنشوفها عندي في الصفحة بتاعة اه محمد عبد الفتاح اللي هي تعليق على الرسالة. تعليق على الرسالة هنشوف ايه الفكرة هنا لان دي مش مش موجودة هنا مع ان الصفحة دي احنا لسه مكاريتانها مبارح. تمام? اه وانما ده الفيس بوك عادي جدا. يعني الفيس بوك اصلا بيبقى فيه مش مش دايما كل الحاجات اللي فيه بتبقى موجودة موحدة على كل الصفحات وكل الاكاونتات. يعني بالاخر كده كل واحد الحظ يعني. تمام? طيب. عندي هنا كده الرد الفوري. رد فوري وده رد بيتباع التلقائي لاي حد بيبدأ انه يبعث لي رسالة على طول سواء كان على المسينجر او على آآ رسائل آآ الانستجرام. طبعا اول حاجة لازم بفعل من هنا كده الرد. نوع الرد من الرد دي كلها لازم افعله من هنا. وهنا طبعا بيقول لي انت عايز الرد ده يكون على المسينجر بس. ولو انا رابط بقى اكاونت انستجرام بيجيب لي هنا كده انستجرام وبعلم عليه عشان يبقى الفيس وي انستجرام آآ باجي هنا كمان ابدأ بقى اتخاذ هذا الاجراء ان انا ببدأ اضيف الرد. الرد الفوري. تمام كده? وطبعا الرد الفوري هنا بيبقى رد جنرال شوية. لأي حد بيتواصل معي بقى جوة او من خلال الفيسبوك. تمام? الرد الفوري آآ انا بقدر اكتب فيه لغاية زي ما شايفين كده كونسوميت كاراكتر. برضو بقدر ان انا من هنا اضيف سواء كان اسم المستلم الاول. الاسم العائلة. الاسم الكامل. لينك الصفحة. موقع الريب. البريد الالكتروني. نعمين كل الحاجات اللي احنا شفناها فين. آآ في المسينجر هي برضو بتبقى موجودة عندي هنا. يعني انا ممكن هيجي برضو في الاول اقول له مسلا اهلا. اهلا بحضرتك. برضو نفس الفكرة ان انا هستخدم الكلام اللي ينفع آآ لي الرجل والسيدة في نفس الوقت. وباجي هنا كده هضيف بقى اي حاجة من الاوكشنز اللي احنا آآ شفناها. خلاص اقول له مسلا دي ده اللينك بتاعنا والله يتقدر ان انت هتشوفه. زي ما قلت لكم ده في الاول في الاخر الرد ده لاي حد بيتواصل معي عادي جدا لأول مرة برضو. ده تحديدا تحديدا بقى من الدسكتوب. آآ سواء كان على المسينجر او كمان آآ انستجرام. تمام? طيب. هنا فيه نقطة مهمة جدا. ان انا لازم الرد ده يبقى بشكل جنرال جدا زي ما قلت لكم عشان خاطر اقدر ان انا آآ بس مهميته الاساسية ان اللي هيبعتلي في اي وقت. ان شاء الله هيبعتلي الفجر. تمام? حتى لو انا معي مديريته اللي هيشاغلين وبيردوا على رسالة الكومنتات ان انا اي حد يبعتلي بقى رسالة في اي وقت. فعلى الاقل بيجي له الرد الاولاني ده. الرد اللي هو بيحسسه ان انا مهتم بيه. انه ما بعتليش رسالة وانا عادت مسلا آآ ارد عليه بعدها بتغسر بساعة انا. لأ. انا كفاية قوي رد بيبقى بشكل كده مهندة مشكل آآ مهندة لشكل لطيف. اكتب كلامي يبقى آآ ان انا مثلا آآ هنتواصل معاك في اسرع وقت والمزيد مثلا من آآ المعلومات عن الشركة او البراند بتاعنا وان كان. والله تقدر ان انت تشوف الوب سايت عشان تشوف عرضنا اللي موجود على الوب سايت تقدر تخش على الوب سايت من هنا. يعني آآ الداتا اللي انا حطيتها دي بقدر برضو ان انا استغلها في الرد ده بشكل كويس جدا. بحيس ان انا آآ يبقى اميني احترمت العميل وفي نفس الوقت اديت له كل التفاصيل وكل الداتا بشكل مبدئي. اللي تخص البراند بتاعي. بعد كده ابدأ بقى انا هخش اتواصل معاه آآ آآ يدوي. هكتب له بقى في الرسائل اللي هو بيسألها لحاجة معينة او بيستفصل لنا حاجة فانا هبدأ اتواصل معها عادي جدا. تمام كده? فدي فكرة الايه? الرد الفوري. طيب عند رسالة عدم التواجد. فواهن طبعا بيقول للحفظ انه مفروض ادوس على حفظ التغييرات. كل ما اعمل حاجة لازم ادوس على ايه? على حفظ التغييرات. طيب شكرا هو ده الفيس عاد بيعلق كده. نرجع تاني. يعني لو ده حصل وجينا آآ لقناها مش آآ ما سيبش الردود اللي عملناها. نرجع تاني ونعمل. هو دايما الفيس في الحتة بتاع الرسالة بيقمهنج شوية. تمام? مرة واتنين هتلاقيها ان شاء الله يعني لو هنجد ثاني مرة واحدة ترجع بعد نصف ساعة لحاجة تجربها هتلاقيها صارت كويس. طيب رسالة عدم التواجد ده. ودي آآ لو تفتكروا في البيانات بتاعت او معلومات الصفحة كان حاطت لي آآ الوقت التوقيت. احنا بدي موجودين من الساعة كامل الساعة كامل. خلاص. لو انا عملها في الصفحة. او مش عملها في الصفحة وموجودة هنا عندي. فكرتها ايه? فكرتها ان انا بقى عمل رد بيوصل في الوقت اللي انا مش موجود فيه. اليوزر او في الوقت اللي انا مبقاش حتى كمان آآ متواجد بقى لي فترة اولاين على الفيس. خلاص. فانا هنا في رسالة عدم التواجد حتى هتلاقوا النموذج بتاع هنا كده الفيس بيقول شكرا على صالتك انت يعني احنا ان هنا ساعات العمل ومتدرش نحن نودة بالوقتي هو طبعا بيديني ايه? بيديني نموذج. لو انا عملتها لو انا كنت حددت الوقت في وقت العمل من الساعة مثلا تسعة لساعة خمسة في آآ خمسة تيام وستيام في الاسبوع آآ كان ممكن مبقاش موجودة عندي ده. آآ وساعات بيزهر كده برضو حتى لو انا عملها جوه الصفحة. زي ما قلت لكم احنا جزء رسالة او الرسائل عمتا من الحاجات اللي ممكن تبقى عندي بشكل وعند آآ سين من الناس بشكل واحد التالي بشكل. انما ده يعني بنسبة تسعين في المية ده اللي موجود عند كل الناس. بقى الاختلافات في الحاجات بسيطة. تمام? فانا باجي هنا الاول. لو آآ ما حددتش الوقت اصلا جوه الصفحة بتاعتي. باجي هنا اضافة الاوقات اللي احنا بقى مش موجودين فيها. زي انتم شايفين كده. تمام كده? ان انا هجي اقول له والله احنا مسلا آآ قادي هنا كده الايام ديت. خلاص قادي حد اتنين تلاتة اربع خميس جمعة سبت. وابدأ اقول له بقى الاوقات اللي احنا والله مش موجودين فيها وطبعا جاب لي تقريبا طول اليوم. لأ والله احنا مسلا اللي هنا بحدد الاوقات اللي احنا مش موجودين فيها. تمام اهو? يقول له هناك كده غير مدواجد. فاحنا والله بنبقى من الساعة مسلا آآ آآ خانا نقول مسلا من الساعة خمسة مسلا. تمام? للساعة آآ ايا كان بقى كل واحد على حسب البزنس بتاع بصيب. انا مسلا ده التوقيت بس اللي انا مش متواجد فيه على سبيل المساء. تمام? اخدوا لكم من حقيقة. انا هنا ممكن احدد ايه? بصوا كده انا عندي اضافة وقت. هيجي احدد هنا كده احدد بالايام بتاعتي. خلاص طبعا ونفطر ان احنا اجازة الجمعة. فخلاص احنا مش موجودين كل الجمعة اصلا. تمام? خلالي نشيل هنا الجمعة برضو. فانا باجي اقول له والله انا في الاوقات دي انا مسلا آآ مش موجود من آآ الساعة آآ اتناشر آآ مساء مسلا. خلاص خدوا لكم هنا كده التوقيت عندي آآ اربعة وعشرين ساعة. يعني انا هنا كده زي ما شايفين عندي التوقيت اربعة وعشرين ساعة تلاتة وعشرين وكده. فانا هيجي اقول له مسلا والله احنا مش موجود من الساعة اتناشر آآ بالليل. من الساعة اتناشر مساء. مسلا لغاية الساعة احنا بنفتح للشركة الساعة آآ تسعة مسلا. لغاية الساعة تسعة الصبح. مسلا. خلاص كده ده لوقات اللي احنا ما بنبقاش موجودين فيها. وهنا كده احنا مش موجودين الوقت التاني بقى احنا خلاص مسلا الساعة خمسة او الساعة ستة. ولو قلنا خمسة يبقى اللي هو مسلا سبعتاشر خلاص لغاية اللي هو ده اللي هو الساعة كام تلاتة وعشرين تسعة وخمسين لها غاية ساحتاشر بالليل. هو بيكمل بقى اليوم الجديد من هنا. يبقى الوقت اللي هو ده الوقت اللي احنا بنبقى موجودين فيه آآ كشغل. تمام كده? اللي هو من الساعة المفروض من الساعة آآ تسعة للساعة حوالي ستة او خمسة المغربية. انا كده حددت الايه? يبقى انا كده حددت الوقت اللي انا مش موجود فيه. تمام? بالشكل ده. وكل واحد بيحدد على حسب التوقيت اللي هو موجود فيه. يعني على حسب الايه? وقت الشغل بتاعك. آآ وبياجي هنا كده حدد بقى الرسالة اللي لو اي حد بعت في الوقت ده. في الوقت ده زي الفيسك ده ما هو مديني سيمبل لها. فبقول له والله احنا مش موجودين. طبعا انا بقدر امسح الكلام ده كده اهو زيان شايفين. واكتب الرسالة بقى آآ يعني المحتوى آآ محتوى الرسالة براحتي. خلاص كده اللي هيروح للناس اللي بعتوا لي رسائل على الصفحة في الوقت في الوقت ده. وفي التوقيت ده. ده التوقيت الفاضي ده اللي هيجي لهم فيه الرد الايه? الفوري. تمام? وباجي هنا كده بروح عامل اضافة اسم العميل. برضو نفس الفكرة زيان شايفين بقدر اضيف اي بقى اوكشن من الاوكشنز دي. انه هو يقدر يخش على بتاعي يقدر يخش على يرجع تاني للصفحة يشوف العدود بتاعتنا عايز احط اي اي حاجة مكتوبة عماتن بغض النظر عن اللي ظاهر هنا مفيش فيها اي مشكلة. وبرضو بروح اي الايه? برضو بروح اي الحفظ. هنا كده قال لي تم حفظ التغييرات. تمام? يعني هي الفيس زي ما قلت لكم من النقطة للتاني ويبقاش كل حاجة فيه آآ ماشي بشكل كويس. اهم حاجة ان انا باجي هنا بقى في الاسئلة المتكررة. تمام? اخدوا بالكم ساعات ساعات اللي بيحصل. لو هنا كده بقول لي رسالة العدم التواجد ده متوقف. ساعات دي بتحصل وساعات بتشتغل. يعني ساعات لقيها online شغالة معاك عاجدة جدا وساعات لقيها كده برضو شوية وبنرجع للموضوع. طيب. الاسئلة المتكررة ودي انا بفضلها على المستوى الشخصي عن الرد الفوري حتى يعني ممكن ما شغلش الرد الفوري وانما اسيب الاسئلة المتكررة هي اللي شغلها معي. ايه بقى فكرة الرد او الاسئلة المتكررة? ان اليوزر من وقت للتاني تمام? بيبقى آآ في اسئلة آآ متعلقة بالمجال بتاعي من وقت آآ الناس سألها على طول طول الوقت. خلاص? او على الاقل هلاقي اغلى بالوقت الناس تسأل الاسئلة دي. زي ايه? يعني مسلا مسلا نفترض الكورسات مثلا. خلاص? ايه الناس هتسأل ايه عن الكورسات. زي ما انتم شايفين انا عملت ايه? انا روح تدايس على السؤال. وجيت هنا عند علامة الالم. عشان يفتح للسؤال والرد. فهو اللي بيظهر للناس السؤال. ولما يختاروه هيجي لهم الرد اللي انا كتبته هنا. يعني انا باجي هنا كده بروح ايه للسؤال مسلا مسلا. زي ما تلك الكورسات. الناس هتسأل على ايه? هتسأل على تفاصيل الكورس. مسلا. وباجي هنا روح كاتب اهم التفاصيل بس برضو اخدوا بالكوا ايه? ان انا عندي هنا خمسمائة كراكتر. ولو عندي بقى اه الموقع بتاع الشركة بتاعة كورسات او الموقع بتاعي بشكل عام بقدر ان انا يعني ادي نبضة مقتصرة عن تفاصيل الكورس او الكورسات مسلا. وقال لهم للتفاصيل بقى اكتر خشوا على الوب سايت مسلا. تمام? وباجي هنا. يبقى انا كده عندي هنا كمان حاجة مهمة جدا. وتي هتلاقوها بدأت تظهر معانا في النوع ده من الاسئلة. اولا للوسائط. ان انا في الرد التلقائي ده بقدر اضيف وسائط عندي. اقدر اضيف صور او فيديوهات او اين كان موجودة عندي. خلاص كده. وبقدر اعمل البوتون. ايه بقى فكرة البوتون? انا قلت لكم هنا في الرد ده ان انا ممكن ادي له اللينك بتاع الموقع بتاعي بشكل عام. موقع الوب بشكل عام. تمام? انما انا عايزه يشوف حاجة معينة او صفحة معينة جوه الموقع. صفحة واكتر. يعني هيجي مسلا مسلا روح اقول له ايه? والله مسلا تسميت هنا في تسميت الزر ده مسلا كورس السوشيال. مسلا. واروح حاطت هنا لينك السوشيال. تمام كده? وايجي هنا اروح اعيل اضافة زر. اروح اعيل له مسلا كورس البرماجة مسلا. خلاص? واروح حاطت هنا لينك الموقع او لينك كورس البرماجة من جوه الموقع بتاعي. انا شغلت في خدمات تسويه اكتروني. فيبقى دي مسلا خدمة تصميم المواطع. خدمة تصميم ادارة السوشيال ميديا. بوتون تاني. المسلا ادارة الحملات العنانية. تمام? وباجي هنا فاعل ان هي تبقى موجودة في القايمة بتاعتها. عشان تظهر للناس زي المشافين بالشكل ده كده. خلاص? فانا هنا كده فكرة الاسئلة بقى بالنسبة لي. هي دي اللي بتبقى حاجة من الحاجات الكويسة جدا. ان انا مفروضة بقى متوقع او عارف ايه اكتر اسئلة الناس بتسألها في المجال اه بتاعي. وابدأ ان انا اضيفها اه هنا بشكل كويس. ده طبعا اول سؤال تفاصيل الكورس. خلاص ممكن اجي هنا. هروح عيل اضافة سؤال اخر. واروح اه جاي هنا عند علامة الالم. هروح عيل مسلا ايه? اه مسلا اه اه تكلفة الكورس مسلا. الناس طبعا بتسأل على التكلفة. هيجي هنا في السؤال التبر نفس الفكرة. هحط لها اه وصائد اللي هي صورة مسلا. انا ببقى اعملها عشان خاطر بحدث فيها السعر بتاعي بقى والخص اين كان المنتج او الخدمة اللي انا بقدمها او هنا كده البوتون بحيث ان لو حد عايز يخش يشتري اولاين على طول من الموقع بتاعي مسلا فهبدأ ان انا خليه يخش يشتري على طول. ازا انا شايفين هنا كده مسلا السؤال بتاعت مسلا الحجز مسلا طريقة الحجز او خايفة الحجز او ده الحجز اين كان بقى. فانا بقى استغل ده بصوا بيظهر للناس بالشكل ده كده اهو. تمام? اه كل حاجة سهولي المفروض لازم ااكد بس انها تبقى ايه من تحت هنا كده. انها هي تضاف لي القائمة بالشكل ده زي انا شايفين. لازم افعلها من هنا. عشان الاقيهم مظاهرين معي اهو تحت بعض. فدي كده الاسئلة الايه? اللي انا بعملها وكمان بحط الرد على كل سؤال. يعني الرسالة هنا دي. دي كده الرد اللي انا بكتبه ككلام مكتوب زي تلكو. بضيف بقى معي اي من دي سواء كمان كان ده او معي الايه? الموقع او الوسائل بتاعتي. فده فيما يتعلق بالاسئلة المتكررة على نفسي بفضل جدا النوع ده من الرد. طيب. في حاجة تاني هنشوفها بقى دلوقتي تحت الاسئلة المتكررة بس في الصفحة بتاعة محمد. يعني عندي هي الاسف مش موجودة في الصفحة اللي احنا كانت ناها اه مبارح. فانا اه بس بوريكو كل الابشن المتاحة وارد تلقوها موجودة وارد ما تلقوهاش عندكو. طيب. ايه بقى فكرة تعليق على الرسالة? فكرة تعليق على الرسالة. تمام? ان انا بفعل او الفيس بيديني اوبشن حلو جدا ان لما حد يكتب كومنت بالكلمة معينة خلاص هيجي له رد على الرسائل او بعدت ورسالة. مرة تانية. الناس هنا كده خلاص. تمام? انا بقول لهم يستخدموا مثلا هاشتاجات انها بتبقى ايما على هاشتاجات. فبقول والله اللي عايز تفاصيل يكتب لي في كومنت هاشتاج اه معاها التفاصيل. اللي عايز السعر يكتب لي هاشتاج بالسعر وهكذا. خلاص? بحيث ان اللي يجي يرد عندي او يبعث لي كومنت او يكتب لي كومنت سوري اه في البوستات بتاعتي على الصفحة. فعلى حسب ما هو هيكتب ايه هنا زي ما شايفين كده انا مسلا هو هاشتاج مسلا تفاصيل. واجه اروح كاتب الايه? الرد بتاعي. فاي حد هيكتب الهاشتاج ده في كومنت عندي على الصفحة هيجيله الايه? هيجيله الرد بتاعي. وساعات من غير هاشتاج يعني ساعات الفيست بيعديها كده. ان لو حد كتب كلمة تفاصيل اللي واحدها من غير هاشتاج. يبص يلاقي ايه الرسائل اتبعتتي. تمام كده? انا هنا بحط حد اقسل غير اربع رسائل اه سوري اربع كلمات كل كلمة منهم بيبقى ليها الرد الخاص بيها. خدوا بالكم عشان في حاجة تانية عندنا آآ هنشوفها كمان شوية. فانا هنا كده بيبقى عندي ان انا بحط الرد ده او الكلمة دي اللي لما تكتب في كومنت بهاشتاج. المفروض هيجيله الرد. تمام? اهو يتبعت للي كتب الكلمة دي الرد في الرسائل على طول. تمام? بقدر برضو ان انا مع كل كلمة اضيف صورة مثلا او حاجة. او كمان فكرة اضافة الايه? البوتن. وزي ما قلت لكم بقدر بقى كل كلمة يبقى ليها الرد الخاص بيها او مش الرد اللي هو المحتوى الرسالة اللي هتبعت لي اليوزر اللي كتب لي الكلمة دي في الكومنت. تمام? دي اسمها التعليق على الرسالة بس مش دايما مش دايما بتبقى يعني موجود زي ما شايفين آآ مش موجودة عندي في الصفحة دي. خلاص? طيب. نيجي بقى بعد كده لمعلومات الاتصال. هنطبعا بنسايف كل حاجة. معلومات الاتصال. اه هو جاء لسه جابني في الاسم تقريره طيب. يعني هو ميديني اصلا. طيب. ايه بقى الفكرة في معلومات الاتصال? معلومات الاتصال هنا تمام? آآ بحيث ان دي بيبقى متوفر فيها اكتر البيانات اللي الناس تقدر تتواصل بها معي. طبعا لازم افعلها من هنا الاول. خلاص خدوا بالكو ده بيبقى موجود فين? ده بيبقى موجودة هنا كده زي ما شايفين ان ده بيقدر يرد به على الرسالة بتاعتي والتاب او رابط الانستجرام لا توفر هذا الرد الا ايه? على المسينجر. انا قدر ابعت لهم لينك اكاونت الانستجرام. بس طريقة الرد دي ما بتجيش الا للناس اللي ايه? اللي آآ بتبعث لي من خلال المسينجر. بيبعثها امتى? وضروري جدا نقرأ الحاجات دي. يعني ضروري جدا نفهم الحاجات دي لان الحاجات دي مع الوقت ممكن بتتغير. ان هو بيبعت لو حد دخل سألني على الموقع بتاعي او دخل سألني على اي من اللي بتبقى موجودة عندي فيه بيانات الاتصال اللي احنا عملناها. تمام? الايميل الرقم الكام ده كله. فبيتبعت له الرد تلقائي. انا بقى مجاهز الاجابة بتاعتي وهنا طبعا محدد لي بشكل اساس ايه? الويبسايت. بحيث ان ده من بيانات الاتصال بتاعتي او المعلومات الاتصال بتاعت الاساسية جدا هي فكرة الويبسايت ان اي حد يقدر ياخد البيانات بتاعتي من خلال الويبسايت وتواصل معي. ده بيبعتها لي في بعد او بيبعتها للمستخدم اليوزر بعد حوالي تلاتين دقيقة. على الاقل تمام? لو انا بضلت مش قول لاين او ما رضيبش على رسالة دي في خلال تلاتين دقيقة فهو الفيس منه النفس وبيبدأ ايه يبعت الرد ده للي سألني على ايه? للي بيسألني على اي حاجة ليها علاقة بمعلومات الاتصال. تمام? زي ما شفنا كده الويبسايت رقم الايميل الكلام ده كله. فهنا هنا كده بحط الرد بتاعي. زي ما انتو شايفين هم يديني ان هو شكرا ان احنا اه تواصل معاك احد مسلا اشخاص قريبا. اقدر كمان ان انا بقى احط له الميل بتاعي. اقدر احط له لينك في الصفحة واردي كده كده عامل الويبسايت. اقدر احط له العنوان. اقدر اكتب له ام رقم الموبايل. اه مفروض رقم موبايل بيزهر بما احنا دفناه في الصفحة. في معلومات الصفحة المبارح. بس يعني انا متعود كده على الفيس. يعني حاجات تظهر النهاردة حاجات تختفن بكرة كده. تمام? فانا لو لو وضع عندي هنا كده ممكن اروح حطيت له كمان ايه? اكتب له بس رقم الموبايل اه بتاعي طبعا بعد ما كون عملت السياغة بتاعتي وحددت كل حاجة هو اريد كده. حتى اخدوا بالك واخد اللينك بتاع توب كورس ازا هو بشكل في القادم. تمام كده? ده اللينك اللي انا حطيته فين? ده اللينك اللي انا حطيته فيه معلومات الصفحة. خلاص? طيب. هيجي بعد كده بقى للوكيشن بتاعك. تمام? طبعا هسايف. اتحكد عليكم جدا جدا. ان انا لو حد جي سألني على العنوان. خلاص كده لو حد جي سألني على العنوان بتاعي. طبعا الحاجات دي الفيس بقراها تلقائي بالذكاء الاصطناعي بتاعه. تمام? ان حد بيسألني على العنوان كتب فيها كلمة العنوان. تمام? فبيبعت له برضو نفس الفكرة في حدود ايه? بعد تلاتين دقيقة لو انا ما ردتش على اليوزر او هو شايف ان انا مش اكتب على الفيس فهو ببعته الرد تلقائي اخدوا بالك وهو راح حطيت له الايه? العنوان بتاعنا اللي احنا حبدنا واحنا بنكريت بنعدل فيه معلومات الصفحة. مرة تانية بأكد على اهمية المحاضرة بتاعت انبارح. الناس ممكن يعني تشوف انها مش مهمة اوي. انما لا زيان شايفينها بتتعيدني في حاجات فرسال بتتقويلي جدا جدا الفكرة بتاعت الصفحة وقوتها وانها تظهر للناس على السرش بتاع الفيس بوك. فانا هنا كده بعد راح حط العنوان بتاعي زيان شايفين بشكل او باخر. هو بياخده من البيانات بتاع الصفحة حتى عامله هنا كده حصول على الاتجاهات او بحيث انه يقدر يفتح بتاعي على الماب عشان كده مبارح كنتم بقول لكم لازم اتأكد من الدبوس موجود صح جدا ازاي في المكان او على المكان بتاعك على العنوان ايه. وبرضو عندي نفس الفكرة برضو في الرد ده ان انا قدر اعرض عليه برضو الويب سايت الميل يعني اه لينك الصفحة يرجع لها تاني زي ما احنا عايزين. تمام? طبعا الصياغة دي انا بتحكم فيها. يعني ممكن امسح كولي ده عادي جدا واكتبنا الصياغة اللي انا عايزة. تمام? مرة تانية لازم اتأكد من ان انا مفعل الايه? مفعل ده. الساعات ودي نفس الفكرة طبعا احنا مبارح تقينا ما دفناش ساعات عشان كده بقول لي مش هينفع نضيف الرد ده. فانا بقدر لو انا عملتها في معلومات الصفحة تعديل معلومات الصفحة اللي احنا اخدناها مبارح حطيت الساعات نفس الفكرة العنوان كده والمعلومات الصالح يخدها تلقائي وقال له والله احنا شغالين او احنا متواجدين في الايام من الحد مسلا الساعة كزا للساعة كزا للاتنين من الساعة كزا للساعة كزا. فبيجي لي اللي است بتاعت الايه? الايام اللي احنا بنبقى موجودين فيها. كل دي بتبقى حاجة من الحاجات اللطيفة جدا اللي موجودة عندي على الفيس بوك ويقدر يساعدني فيها جدا جدا في ادارة الرسائل بتاعتي. طيب اه هنشوف بقى كمان دلوقتي اللي هو تم استلام طلب الوظيفة. طلب الوظيفة هنا اه كان مفروض ده موجود في الفيس ان اه بقدر من خلال بتاعتي ان انا اعلن عن ان انا مسلا عايز حد يكون شغال معي سوشيال ميديا يكون شغال معي تزاينور. فكان لها مخصوص جوة الفيس بوك بس بقاش موجود دلوقتي. اه لو بجينا شوفنا كده هنا. كان بيبقى عندي هنا كده مهم جدا اللي هو اه الوظائف هنا. تمام في الجزء اللي علمين ده او عشان معنا بحسب لغة الفيس. اه ان هو مبقاش متاح حاليا. المهم يعني كان الرد ده بييجي ليه في حالة ان انا يعني عملت موضوع الوظائف والناس بدأت تقدم على الوظائف بتاعتي. فكل حد بيبعت آآ طلب تقديم على الوظيفة. بيجي له الرد ده اللي هو كان بيبقى سعيدها رد كده لطيف ظريف اللي هو يعني شكرا ان انت آآ بعتلنا السي في واحنا نرجع السي في مسلا وهنبدأ ان احنا متواصل معك برضو حاجة كده من باب احترام الناس اللي آآ بتقدم على الوظائف. تمام? طيب. آآ عندي بعد كده حاجة اسمها انشاء عنصر خاص آآ بك واللي هي اسمها كلمات اساسية مخصصة. خدوا بالكم احنا شوفنا هنا. عندي حاجة اللي هي تعليق على الرسالة. دي كلمات او هاشتاجات اللي بيحطها في الكومنتات ده لو ظهر عندكم فبيجيلوا الرد على ال آآ بيجيلوا الرد على ال آآ في الرسالة. يعني انا ببعتم بيكتب لي الكومنت وزي ما شوفنا كده بيجي رد على الرسالة. هنا بقى كلمات اساسية مخصصة دي بتبقى كلمات للتواصل في نفسها. جوه الرسائل نفسها. ده انا بعملها دلوقتي. خلاص? يعني لما بيجي هنا كده في انشاء. اول حاجة بيجي يقول للاسم. ايه بقى فكرة الاسم? اسم انا مسلا بتكلم زي ما قلت لكم مسلا عن ايه? عن الكورس. مسلا. خلاص? ففي الناس بتيك تسأل على تفاصيل. الناس بتيك تسأل على تفاصيل الايه? تفاصيل الكورس. خلاص? انا هنا كده الكلمات دي انا اخدوا بالكم بقى. بحط لغاية خمس كلمات. طبعا مش كلمة انما جمل. خلاص كده. واي كلمة من الخمسة دول اليوزر في الرسائل وهو بيكلمني هيكتبهم. هيجدوا الرد اللي هنا. يعني انا هنا كده نسميها ايه? عشان كده هم معنين فكرة الاسم. انا هنا كده تفاصيل الكورس. فالناس ممكن تكتب ايه? في الرسائل بينه وبينهم. مسلا تفاصيل الكورس. انا داس انتر. مسلا التفاصيل. ممكن التفاصيل. وهكزا. يبقى دي كلها كلمات بحط لغاية خمس كلمات ليه علاقة بايه? بالتفاصيل او الحاجة اللي انا بعمل لها الرد ده. وباجي هنا بروح كاتب تفاصيل بقى. الكورس. بالشكل اللي انا عايزة طبعا عايزة احط بقى بتاع الويب سايت. عايزة احط هنا كده. طبع الشخص اللي هو زي انا شايفين. نفس اللي احنا خلاص اه شفناه وتقوم بوجوده معنات ايضا في اغلب الردود. عندي هنا كده ان انا عايزة حط برضو او حاجة في الرد بتاعي. تمام كده? فيبقى ده كده فكرة الايه? فكرة تفاصيل الكورس. اي حد بيكتب اي كلمة في الشات بيني وبينه. اي جملة من دول كلمة بقى وكلمتين او اكتر. ما هم ان انا بقى المحدد الكلمات دي. وادوح اي الحفظ. يبقى انا كده ايه? هيبدأ ان هو يجيله الايه? الرد بتاعي. طبعا انا مسلا بتتكلم ان دي تفاصيل الكورس. طب انا ممكن مسلا مسلا اتكلم هنا عن التكلفة. تكلفة الكورس مسلا. خلاص? الناس ممكن تسأل ايها في التكلفة. هتقول مسلا تكلفة الكورس. ماشي? انتر. مسلا سعر الكورس. ماشي? اه السعر. يعني ايا كان بقى. يعني ده طبعا بيجي مع الوقت. وانت اريدي بتبقى يعني عملت اعلامات كتير او الناس داخل تسألك كتير. فخلاص بقيت فاهم الناس بتستخدم كلمات ايه زي الموضوع الاسئلة المتكررة كده اللي احنا قلنا عليه. تمام? طيب? وهنا كده برضو برحاطة الرد اللي ليه علاقة بايه? اللي ليه علاقة بيه تكلفة الكورس باي حد في الشات هنا تاني. هنا الفرق ما بين ده. ما بين اللي هو الكلمات الاساسية المخصصة. وما بين التعليق على الرسالة ان التعليق على رسالة حد بيكتب لي حاجة على الكومنتات او في الكومنتات بيجدوا الرد بتاعها او رد عليها في الرسالي عنده. تمام? باسم الصفحة. انما هنا دي حاجة جوة نفسها جوة الرسال بيني وبين اليوزر. تمام كده? ملاش علاقة بالكومنتات. فانا هنا كده بكتب ده ايه? بروح كاتب هنا كده التفاصيل بتاعتي بشكل كويس. وروح دايس على اه حفظ اه توري بروح كاتب الرد ما عليش بقى اللي احنا عملناه هو ده. تمام كده. اهو زي ان شايفين هيجي يقول لي والله ده الرد بتاعك هو تكريفة الكورس. ده الكلمات اللي هيجي لها الرد المعين. تفاصيل الكورس. وكذا فدي برضو حاجة من الحاجات اللي بتبقى كويسة جدا معي. بحيث لو حد مسلا سأل على السعر وانا مش موجود او حاجة او مش اونلاين او مدريته ومسلا مش اه وقت اللي شفت بتاعه خلص او اين كان يعني. فهيجي له رد بي اه بس شرعة اساسي يكون كاتب كلمة من الكلمات اللي احنا حددناها. باجي بقى في حاجة تانية هنا كده اسمها المزيد ودي حاجة من الحاجات الكويسة جدا جدا اللي بديها لي الفيسبوك اللي هي ملاحظات ايجابية. ان لو اي حد كتاب لي اي ملاحظة ايجابية. مرة تانية لازم ااكد بس ان هو قيد التشغيل. فايا حد كتاب لي ملاحظة ايجابية. هنا كده عندي على الفيسب. بيبقى اه بكتبله رسالة بتبقى رسالة اه لطيفة جدا. ده طبعا برضو نفس الفكرة الفيسبوك اللي بيقرأ الموضوع ده. تمام? بيزاكة الاصطناعي بتاعه. فانا هنا كده بحدد رد يبقى كشكر لي. اه زي انتم شايفين كده دايما الفيسب بيديكم زي اه زي سيمبل. اه تقدروا ان انتم يعني تفهموا الرد ده. اه شكرا. اقول له والله طب انتم تقدر كمان تشوف اكتر على الويبسايت بتاعنا او اين كان. اه هنا كده العكس بقى الملاحظة السلبية. لو حد كتاب لي ملاحظة اه مش اه ملاحظة سلبية يعني. اه فانا بابقى مجهز الرد بتاعي. خلاص كده بحيس ان برضو الرد ده يروح له تلقائي. لان الحاجات دي خصوصا الحاجات السلبية او الايجابية اه اليوزر بيعني ممكن بهو اه اه اتعرض لتجربة مش اه مش احسن حاجة. ما ندوب توصيل مسلا ايا كان خلاص. فمن هو يبعث لي وانا بقى ممكن رد عليه بعدها بساعة بساعتين بتبقى حاجة مش مش لطيفة خالص. فانا لأ ببعث له رد يبقى اه بهندله فيه كده بشكل كويس جدا. وهنا مثلا اروح اقول له والله اه في اضافة المرفق ده اروح كاتب له مسلا او اعمل له ديزاين مسلا انت والله بالكود ده تقدر تاخد مسلا خصم عشرة في المية كاعتزار مسلا مننا على الحاجة اللي انت هتطلبها بعد كده او كاشباك ايا كان بقى الشكل اللي انا هبقى عايز اشتغل به على الفيسبوك اه بتاعي. تمام كده? طيب. تذكرات الموعيد. ودي من الحاجات القوية جدا اللي اه عملها لنا الفيسبوك هي هنشوفها يعني نفهمها دلوقتي وهنشوفها اكثر اه بشكل تاني ان شاء الله. تذكرات الموعيد الفكرة في ايه? الفكرة ان في الشات نفسها اللي بيني وبين اليوزر خلاص في الرسالة اللي بيني وبين اليوزر زي ما نشوف كان شوية فيه شوية اوبشنز من ضمنها اه اه الموعيد ان انا ممكن بيني وبينه نحدد معاد خلاص. فالرسالة دي انا بعمل رسالة بتروح له قبل اه المعاد المحدد بينه وبينه في رسالة واربعة وعشرين ساعة. يعني مثلا انا آآ ببيع منتج معين. وفي حد قال لي والله انا مثلا هاجي احول لك الفلوس يوم الثلاثة اللي جاي. مثلا يوم يوم عشرة يوم خلاص كده. فانا بروح في الرسالة بينه وبينه زي ما هنشوف كمان شوية. آآ في الشات اللي بينه وبينه. بس طبعا ده من جوة البيتج مش بالاكانت الشخصي. ببقى عامل ايه? بحدد ده المعاد. لو قال لي مثلا يوم اتناشر فانا بحدد المعاد اللي هو آآ يوم اتناشر ده. فانا بكتب سياغة هنا كده. بتبقى جونرال جدا حاجة عامة جدا. فيه ان انا بقول له ايه آآ الرسالة دي هتروح له يوم حداشر بقى. هو اقل لي مسلا هتفعلك يوم اتناشر الساعة خمسة المغرب مسلا. فانا بحدد التوقيت ده بالزبط. بحيث ان الرسالة دي هتتبعت له قبلها باربعة عشرين ساعة يعني يوم آآ حداشر الساعة خمسة المغرب. تمام? فدي حاجة من الحاجات الكويسة جدا جدا. اوقات اوقات بلاقي ان انا متاح لي اصلا ان انا اكتب نص الرسالة. ووقات لا. هو بيقول لي بس اكتبها وخلاص وهو بيبقى هو اللي بيبعت الرسالة منه نفسه. تمام? عشان لو بس ناس ظهر عندها جات في تسكرات المهوعيد. ما لقيتش البوكس او ما لقيتش البوتون ده او بتاع انها تكتب الرسالة بنفسها. تمام? فده برضو برضو نفس الفكرة بقدر احط اي بقى من دي مع السياغة اللي انا ببقى كتب. بايجي هنا في صفحة اموصة بها ودي بتبقى حاجة من الحاجات الكويسة جدا. ان هو يبقى اعمل لي ده اللي هو دلوقتي بدل او هو يعني كان زمان اسمه القراءة انما دلوقتي بقى اسمه بمنتهى البساطة ان انا اه تعملت مع صفحة فلانية اشتريت منهم منتج معين او تعملت معهم في خدمة معينة فوالله لقيت ملتزمين المنتج ان انا اشتريته منتج فعلا بالكواليف بتاعته كويسة جدا يستهل السعر مسلا انا شهر حاجة غالية. يعني المهم ان انا تجربتي معاهم تجربة كويسة جدا مع الصفحة دي اه او مع البراند ده طبعا من خلال الصفحة فاللي بيحصل ايه بخش في الريفيوهات بقى اللي هي كان زمان اسمها ريفيوهات بعمل ريكمنديشن. بدي ريفيو كويس لو اه بيقوم من نجمة الخمسة واكتب تعليق كويس والريفيو ده كمان بيظهر عندي خلاص الناس اللي عندي بحيس ان انا ايه اه بشجع ان انا بقول لناس ان انا بوصي ان انتو تتعاملوا مع الناس دي خلاص فدي بتبقى حاجة من الحاجات الكويسة جدا برضو بتتبعد بعد عشر دقايق من اول ما الشخص بيعمل ان الصفحة اه موصب بيها يعمل يعمل ايه ريكمنديشن ويكتب اه ريفيو كويس ديني مثلا اربع خمس نجوم او خمس نجوم طبعا حاجة كويه جدا ويكتب التعليق بقى بتاعه عن التجربة بتاعة التعامل اه بتاعته معي بتعامله معي فانا هنا كده بكتب النص برضو بشكل كويس جدا ان انا بشكره اه ان هو عمل ريكمنديشن وان احنا سعاداء والله بيه اه ان هو كان من العملة بتوعنا وايجي هنا مسلا فيه برضو المورفك اولا تاتش ما انت روح مديله خصم مسلا ديزاين كده بخصم مسلا عشرة خمستاشر في المية او اي حاجة تشجعه انه يتعامل معي انا ممكن ايجي هنا في الخصم ولو والله عشان انت عملتنا ريكمنديشن فانت تعالى اه لو جيت اشتريت بعد كده اه المرة الجاية هيبقى ليك مسلا خصم اه عشرة في المية فانا كده عملت اي انا كده بعت له رسالة بشكره فيها طبعا من غير ما ما انا اعمل اي حال خالص هي بتبقى جاهزة زي ما شفنا انا بس ما ممكن احط بقى اسم الكامل مع النص طبعا عشان تروح له باسمه وهكذا بروح ايله هنا ايه ان شكرا والله على ان انت اتعملت اه معنا او ان انت عملتنا كمان اه ريكمنديشن ولما اقول له في خصم مسلا ده بيشجعه ان هو يجي يشتري مني مرة تانية خلاص فانا كده استفدت باكتر اه اه او باكبر قدر ممكن من اه تعاملي مع كل عميل يبقى شايف ان انا اه قدمت له الخدمة او المنتج بالشكل اللي هو كان عايزه فده بيشجعه قوي ان هو يعمل وانا بالطريقة دي بخليه يتواصل معي مرة تانية صفحة غير مصابية ودي بقى العكس دي بقى العكس ان حد بيروح عامل لان هو الفيس بيجي قوله انت يعني انت بتوصي الناس دي انها تبقى صفحة مصابية ولا لا توصي الناس تتعامل مع الصفحة دي ولا لا تمام فهو اه تمام هو كده عمل لي لأ فهو كده معمليش خلاص وبيبدأ بايديني مسلا نجمة نجمتين يكتب كلام ممكن برضو زي قلت لكم ممكن المشكلة ما تبقاش عام ده انا اصلا كواحد بيسوق ممكن تبقى المشكلة في ان المنتج فعلا ما كانش كويس اللي راح له او كان طالب حاجة جاتل حاجة تانية اه ممكن يبقى منضوب الشحن التعامل معاه بطريقة غير لائقة شوية فيعني ايا كان بقى تمام فانا برضو المطلوب مني ان انا بقى عامل حسابي كل ده انا بعمله قبل ما ابدأ احط اي بوست يعني كل اللي احنا شفناه بارح والنهاردة خلاص من قبل ما احط اي بوست على الصفحة كل ده بعمل للصفحة بقى بشكل عام تمام فباجي هنا وبروح كاتب النص او الصياغة برضو اللي يعني بنتصر بها غضب الشخص الادامي وبرضو ممكن ادي له فكرة القسم او ان احنا بنعتذر بقى وليه خاص بشكل كويس اه من التعاون المرة الجاية او ان احنا ممكن لو هو مسلا خد حاجة بشكل اه كان طالب حاجة وخد حاجة تانية فاحنا ممكن اه نودي له المنتج الصح بقى اللي كان مختاره اصلا معه مسلا اه نرجع له جزء من الفلوس ايا كان بقى نشوفه الكل براند وعلى حسر ما هو يبقى عايز اه يقدم ايه للناس اللي ممكن تبقى اه مرت بتجربة اه سيئة اه معي تمام بس مهم وضروري جدا جدا ليه بقى اه ضروري جدا ان انا بقى عامل حسابي على حاجة زي كده وهو مجهزة من الاول ليه لان اليوزر لما يلاقي ان انا اهتم بالشكوى بتاعته بانه يعني في مشكلة حصلت له لأ هو بعد كده زي ما عمل لي ان الصفحة غير موصبها او ممكن يكون كمان كتب بوست عنده على الفيس بيحظر الناس انها تتعامل معايا لما يلاقي التعامل بتاعي بشكل كويس كده اه جدا كده لأ هيبدأ انه غير رأيه وبدل ما كان كتب بوست بيهاجمني او بينتقد لأ هيبدأ ينزل بوست بيشكر اه الناس اللي موجودة في الصفحة والشركة والكلام ده كله فانا حولت الموضوع من سلبي لاجابي الموضوع بس بقى محتاج ان احنا ايه نبقى عمل حسابنا من البداية دي كده كل الرسائل او كل انواع الردود اللي احنا بنبقى شغلين عليها بس النصيحة يعني بلاش تخله رد فولي واسئلة متكررة مع بعض ساعات الموضوع بيبقى فيه لغبطة شوية تمام يعني برضو الفيس في الاو في الاخر يعني اه بيهيس كتير تمام جدا فاللي حابب يسبب رد فولي تمام حابب سابت اه سائلة متكررة تمام بس بلاش الاتنين مع بعض مصيحة يعني خلاص اوقات بتبس لقى اليوزر جاله الردين مع بعض او يعني بيحصل لغبطة رد ده بيتكرر له كزا مرة فهي حاجات كتير او بتحصل مش مش احسن حاجة او تمام طيب فيه بقى اوبشنز تانية هنشوفها في الرسائل واحنا كده خلاص هنفتنلنا حوالي خمس دقايق ان انا بخش بقى في الشات اللي بيني وبين اليوزر بشكل مباشر يعني يعني ايه انا هاجي هنا كده ايه دي الصفحة اللي احنا كنا شغالين عليها ايه تمام وباجي هنا كده عندي فيه البريد الوارد خلاص بس اللي احنا هنشوفها دي لازم تكون جاتل رسالة واحدة على الاقل يعني هنا كده بخش ارد او بخش اتعامل مع اليوزر تمام او مسلا حد مسلا زي كده بيسأل عالكورس مسلا عين كان خلاص كده فانا هنا كده بعمل ايه انا هنا كده فيه اوبشنز بقى في الردود بتاعتي زي هنش شايفين بتوصل او بتعامل بيها مع اليوزر بس اه شرط اساسي تبقى من جوه الشات اللي بيني وبيني يعني دي اللي نشوف دلوقتي ملهاش حاجة موجودة جوه بتاع رسائل زي ما شفناه تمام فانا اول حاجة عندي الاوبشن ده الاوبشن ده اللي هو علامة الدولار ده حاجة مادية يعني مسلا هو بيشتري مني خدمة بيشتري مني منتج بيحجز كورس ايا كان فوالله راح دافع مسلا قمتون اخذ بقى لو تفتكروا في العملة مش احنا اخدنا شوفنا مبارح في معلومات صفحة العملة بيقول لي حدد العملة خلاص فانا اقوله والله دي خمتسمية مسلا 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 ان دي مسلا ايه اه مقدم مسلا حاجز مسلا اه ملابس او الكورس او ايا كان مقدم حاجز مسلا الكورس او الدفع الاول الاول ايا كان انت فيه تعملات مادية هتبقى على كزا مورة بينك وبين اليوزر فدي بتبقى حلوة جدا وكويسة جدا واجه هنا كده اقول انشاء الطلبة بص لقوا الرسالة دي ظهرت له دلوقتي في الرسائل اللي بيني وبيني وهو زيان شايفين كده مقدم حاجز الكورس هوت خلاص كده اه المفروض انها تكون خلاص اه الدفع يعني تمام طيب عندي هنا بقى ده انشاء موعد وهنا هنشوف اه الفكرة بتاعت اه خلينا بس معلش نجيبه الصفحة طيب عشان خلينا بس هنرجع سويني كده هجيب الصفحة تاني عشان اه نشوفها بشكل اه ادق برضو ده الجزء اللي هو بتاع تسكرات الموعيد اللي قلت لحضراتكم اه عليه من شوية تمام هنشوف بعد الوقتي فكرة تسكرات الموعيد ديت مهمة جدا جدا في ايه خلاص عشان انا كمان منساش احنا شوفنا هنا كده في المزيد لما قلت لكم تسكرات الموعيد وفي رسالة انا بعملها بتروح اليوزر اللي بيبعث الرسالة قبلها باربعة وعشرين قبل المعادة المحدد بينه وبينه باربعة وعشرين ساعة هي هنا كده خلاص اهو زيان شايفين باجي هنا كده بروح عامل ايه انشاء موعد ان مسلا اليوزر قال لي والله انا هتواصل معاك او هكلمك او هتفعلك او ايا كان المعادة بينه وبينه او هحجز او ايا كان يوم اتناشر خلاص ما هو التوقيت هو هو مسلا الساعة ستة للساعة ستة ونصد قريبا يعني اللي هو ايه فترة التواصل بينه وبينه بيجي هنا يقول لي تكرار يعني هل المعادة هتكرر ولا لا وهنا دي ملاحظات لفريل العمل اللي موجودين بيتابعوا معايا الردود على الرسال بتاعتي بحيس ان ده انا هنا كده روح هيقل ايه انشاء موعد او زيان شايفين ظهر ده في الرسائل كده بيني اه وبينه تمام خلاص بحيس ان انا بعمل ايه بجي اقول له ادي يوم التلاتة اتناشر ابريل ده المعاد المتفق بيني اه وبينك مرسلا في يوم حداشر بقى ابريل هتجي له الرسالة اللي انا عملتها فين في تسكرات تسكرات الموعيد بتاعتنا اللي احنا مش سويني اهي اللي احنا عملناها تمام الرسالة اللي هتيجي هنا هتروح لليوزر بناء عن ايه بناء عن المعاد ده هتروح له قبلها باربعة وعشرين ساعة فدي برضو حاجة من الحاجات الكويسة جدا جدا بالنسبة لي باجي بعد كده هنا طبعا ناشر ملسق ده اللي هو الملسقات بقى الاستيكرز العادية اللي احنا عارفينها باجي هنا لادراج رد محفوز وادراج رد محفوز ده من الحاجات اللي هي انا بسبت ردود معينة برضو نفس فكرة كده الاسئلة المتكررة بس دي يدوي بقى يعني انا مسلا هنا ايه باجي اقول تفاصيل باجي اقول هنا كده تفاصيل الكورس مسلا واجي هنا روح كاتب الرسالة بتاعتي كل التفاصيل برضو بقدر هنا حط صورة بقدر ان انا زيان شايفين طبعا شخصي الحاجات اللي موجودة عندي هي زيان شايفين كده نفس بالزبط مع الصياغة بتاعتي فانا بكتبها يعني خلينا هنكتب مسلا كده السلام عليكم تمام بحيس ان انا في النهاية ايه ده بيبقى رد محفوز اي حد بيجي اسألني على اه على حاجة معينة اروح كاتب له ايه على طول الرد ده كده اهو مسلا طبعا بقدر اخلي باسمه كله اهو السلام عليكم فهيروح رايح له الايه الرد اللي انا عمل بقدر اعمل اكتر من رد عادي جدا براحتي هاجي مسلا اقول اضافة جديد هنا مسلا تكلفة الكورس وهروح هنا حاطتها بايه بقى? هروح هنا حاطتها مسلا بيه خلينا بقى نشوف مسلا كده مسلا اهلا وروح هنا حاطت الاسم الاول او اسم الكامل مسلا اهو عشان نشوفها بشكلة اكتر ويجي هنا كده ده طبعا بياخدها برضو من البيانات اللي موجودة عندي فين? موجودة عندي في الصفحة. طيب انا مش هكي بقى ممكن ناخد انسوة مسلا دي بتاعت ميتة مسلا نهية. تمام بالشكل ده كده اهو خلاص وروح اقيل حفظ. طيب هو بيسألني عن التكلفة او الله يقيل له كده اهو. مجرد ما هضغط عليها هيروح جايله الرد روح اقيل ارسال كده او ادوس انتر فهو ازا ان شايفين اهلا بصيت باسمه وقادي انتب. هدي بتبقى اسمها ردود تلقائية. هنا طبعا منت بقى ان انا ممكن اه ابعت ملاف ملاف وورد ايا كان. والساعات بيبقى فيه مهم جدا كمان بيظهر لي في الرسالة هنا وهو الترجمة. لو انا بدأ يبعت لي بالانجليزي او حاجة زي كده. هتلاقي في هنا كده اللي هي الدايرة الصغيرة دي. خلاص. بداعة الترجمة بدأت تظهر لي بحيس ان انا سابقة الترجمة يعني من وإلى. يعني هو يبعت لي بالانجليش مسلا فانا هترجمها للعربي. وانا هكتب له بالعربي فهتروح له بالانجليش. خلاص ده برضو من اللي بتزهر معايا بس لازم حد يكتب لي حاجة بلغة غير العربي مسلا عشان خاطر يزهر الترجمة. ده كده كان اه اهم الحاجات اللي انا بقدر استخدمها في ادارة رسائل الصفحة بتاعتي على طبعا شفنا كثيرة جدا محتاجة ان انت تجربهم كلهم وتطبقوها اه بشكل كويس جدا. اه ان شاء الله باذن الله هيبقى معنا بقى بكرة ربنا يكرم باذن الله المنشورات الفيسبوك. خلاص لان منشورات الفيسبوك فيها تفاصيل كتيرة جدا جدا. مرة تانية اي حد حابب انه يتابع بقى الكورس ويتابع ان زي ما شفته كده احنا بناخد بقى جزء جزء بنبلغ نشرحه بالتفاصيل. فهيقدر ان هو يعمل سبسكرايب سواء كان للقناة بتاعتي القناة جروب اه سوشال ميدياو اللي اشورتها لكم في مداية محاضرة مبارح. اه شكرا جدا اه لمتابعتكو. اتمنى تكون اه محاضرة النهاردة فيها اه استفادة لحضراتكو. اه شكرا جدا ونلتقي على خير بكرة في محاضرة جديدة ان شاء الله.